موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد تتسابق الأمم والشعوب المتطورة إلى العناية إلى الاهتمام بلغاتها والعناية بها وإعزازها ونشرها وكذلك الذود عنها في وجه التحديات الوافدة فماذا لو كانت هذه اللغة تحوي بعدا قدسيا لا يتم فهم أصول الدين وغايته إلا بها كما هي حال اللغة العربية التي جعلها الله سبحانه وتعالى وعاء لأفضل كتبه ولسانا لخير خلقه صلى الله عليه وسلم في حلقة اليوم من برنامج مقاصد نتحدث عن منزلة اللسان العربي في الإسلام وأهميته في فهم الشريعة ودوره في تقويم العلاقة بين الشعوب الإسلامية التفاصيل تأتيكم بعد هنيها هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع ضيفنا الأستاذ زاهد عبد الشاهد مؤسس جمعية عشاق العربية في باكستان أهلا وسهلا بكم أستاذ زاهد تسمعون أستاذ زاهد نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة أستاذنا يعني أنت بداية استهلالية في هذا الحديث وأنت مؤسس جمعية عشاق العربية في باكستان قبل أن نبدأ في صلب الموضوع وسؤالي الاستهلالي والابتدائي متعلق بهذه الموضوع هذه الحلقة لو تحدثنا عن فكرة جمعية عشاق العربية في باكستان كيف نشأت هذه الفكرة ولماذا وما أهدافها مجال نشاطاتها أخي الحاضر أولا أشكركم أشكر المقالمين على هذا القناة الطيبة المباركة وخص بالذكر فضيلتكم على إتاحة الفرصة لألقي بعض الكلمات أو بعض المشاعر حول اللغة العربية وحصائصها وأيضا حول خدمتنا البسيطة للغة العربية لغة القرآن الكريم فمعد الشكر يعني أود أن أذكر لكم مبدة بسيطة أو خلفية عن جمعية مشاق العربية فهي يعني تأسسة عام 2010 وقد كانت في البداية هي نجنة طلابية جاتنا فكرة بأن نخدم اللغة العربية حسب قدراتها وحسب ما يمكننا فجمعنا بعض الطلاب وقلنا لهم لابد من الاهتمام اللغة العربية من خلال بعض النشاطات وأهمها مثلا رسال الرسائل للغة العربية لوحات التي يحكم بها الطلاب لوحات جدارية مجلات جدارية بعلاوين مختلفة التي تحبب الطلاب الآخرين الذينهم لا يقدرون على التكلم باللغة العربية فمن خلال هذه اللوحات ومن خلال هذه المجلات نحبب لهم اللغة العربية فهذه كانت الخطوة القولة ولكن الحمد لله في بعد عام عامين قولنا نظام أساسي مع بعض الأهداف ووسعنا النشاطات وبالتالي أصبحت جمعية نشاط العربية وبعد ذلك أصبح تتوسع نشاطاتنا خارج المدرسة وخارج الجامعة حتى في بعض المجالس الأخرى والمعاهن الأخرى وغراكز اللغة العربية التي تعنى باللغة العربية فقربناهم إلينا وطرحنا الفكرة ومن بينها يعني قامت دورات اللغة العربية دورات حاصة في الهجازات دورات اللغة العربية وأيضا من بين الفعاليات التي نهتم بها خلال هذه السنوات هي الاحتفالية باليوم العالم لللغة العربية وأيضا من بين الفعاليات التي نهتم بها مسرقات ثقافية مختلفة يعني في مجال الخطابة في مجال الأناشيب في مجال المحتوى العربي بشكل عام يعني بهذه الطريقة الحمد لله استطعنا أن يعني من خلال التواصل المواقع التواصل الاجتماعي أن نوصل أفكارنا والحمد لله أن جمعية الشاقرة العربية أصبحت اليوم لها سمعة طيبة في داخل باكستان وغارب باكستان وذلك بالفضل الله سبحانه وتعالى طيب بوركة جهودكم أستاذ زاهد أنا أريد أن أسألك سؤالة مركبا أول شيء كيف ينظر الباكستانيون بمختلف قومياتهم وشعوبهم في الدولة الباكستانية كيف ينظرون إلى اللغة العربية وما مستوى الاهتمام الباكستاني فيها حكومة ونخبا وشعبا والله السؤال جميل ويحتاج إلى برنامج كامل وحلقة كاملة لكن حاول أن ألخص وأقول باكستان أنشئت باسم الإسلام كما تعرفون وأصبح اسمها جمهورية باكستان الإسلامية ومن أجل الإسلام ومن أجل أن تكون دولة كدولة المدينة المنورة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل خدمة الإسلام ويعني رفع شوكة الإسلام فباكستان أيضا منشط لهذا العرب وأيضا موجود في دستور باكستان أن القرآن هو دستور باكستان وأدنى الدستور الباكستاني نص على أن يشجع تعليم اللغة العربية هذا موجود في الدستور وأيضا الحكام بالنسبة لدور الحكومة ففي البداية هناك كان تشجيع كبير من قبل الحكومة أن تكون اللغة الرسمية هي اللغة العربية لأن هناك تأثير كبير للغة العربية على اللغة الأردية فنجد تقريبا فوق 30% من الكلمات الموجودة في اللغة الأردية هي مستوحات من اللغة العربية وأيضا الحكومة الإجانية كلها اللي في اللغة العربية هي موجودة في اللغة الأردية مع إضافات بعض الحكومة الأخرى وهناك كلمات ومصطلحات كثيرة موجودة داخل اللغة العربية هي من اللغة العربية طيب أين المشكلة؟ المشكلة هي أننا نقول أننا نحن كأهل العلم ما ربطنا الإسلام باللغة العربية ارتباطا قوي وجعلنا اللغة العربية مجرد مرتاح لبعض العلوم ومثلا يعني فهم القرآن والسنة أستاذ زاهد أرجو المعذرة عن المقاطعة ربما موضوع ربط اللغة العربية بالشريعة وفهم الإسلام ربما نخصص له بعد ذلك محور بعد الفاصل محورا كاملا لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل وقبل أن نصل إلى هناك أريد أن ألمس منك هل لديكم إحصائية تقريبية عن حجم ومستوى وأعداد الداخلين للاهتمام باللغة العربية الناطقين بها في باكستان من الباكستانيين؟ شكرا أريد أن أقول إجابة عن هذا السؤال أن هنا يعني في داخل باكستان إذا نقسم الجامعات أولا ننظر من الجانب الأكاديمي فالجامعات والمدارس الموجودة في باكستان هي بعضها حكومية وبعضها أهلية فأولا إذا ذهبنا إلى الأهلية فننظر هناك يعني مؤسسات مختلفة والاهتمام فيها باللغة العربية اهتمام كبير مثلا نقول أعطيكم مثالا لمؤسسة وفاق المدارس العربية وهي مؤسسة لأهل السنة والجماعة والأحناف وإذا نخص أكثر نقول ديوما فلو رأينا ينتمي إلى هذه المؤسسة فوق عشرين ألف مدرسة في داخل باكستان وفاق المدارس العربية فالنظام فيها باللغة العربية والطلاب الذين ياتون والتحقون بهذه المدرسة هم ياتون من أجل حبهم لللغة العربية ومن أجل علاقتهم لللغة العربية خذ مثال رابط المدارس السنفية وخذ مثال للمدارس الأخرى وأيضا هناك مؤسسات أخرى تعني بتعلم باللغة العربية وأيضا إذا ذهبنا إلى الجامعة فنظر في الجامعة الإسلامية فيها كلية الشريع والقانون كلية الوصول الدين كلية اللغة العربية والطلاب يعني في الآلاف في هذه الجامعة الوحيدة إذا بلا جامعة الألامة إقبال إذا بلا جامعة الوطنية للغات الحديثة وهناك جامعات ومؤسسات أخرى فهذا من جانب الأكاديمي وإذا عامت الناس لو ذهبنا فأيضا هم الرغبة كبيرة والسبب هناك أن اللغة العربية هي لغة عالمية لغة معتربية لدى الأمم المتحدة كلغة رسمية وفوق كل هذا إنها لغة القرآن الكريم والناس يحبون أن يفهموا يعني ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه لا يريدون فقط القراءة بل يريدون أن يفهموا وكثير منهم يعني حتى لما يستمعون في رمضان يستمعون للتراويح في الحرمين الشريفين فيتساءلون يعني لماذا الفلان يبكي ونحن أيضا نريد ننال هذا الخشوج وهذا الفهم للقرآن الكريم فالرغمة كبيرة جدا وهناك عوائق وهناك مشاكل لكن مع ذلك يعني الإقبال متزايد ولله الحمد جميل طب أستاذ زاهد أنت أصلا من المسلمين الناطقين بغير اللغة العربية غير أنك تعلمتها وأتقنت التحدث بها بما أنك تتحدث أكثر من لغة لو تحدثنا عن الخصائص التي اكتشفتها في أثناء دراستك لللغة العربية مستفيدا من خبرتك واطلاعك على أكثر من لغة والله اللغة العربية لغة يعني يعجز القاموس وتعجز القوامس كلها أن تصف هذه اللغة اللغة التي هي يعني فريدة في كلماتها وفي وجمالها وجمالها ويعني بلاغتها ودقة مفرداتها ووسعة يعني كلماتها المترادفات كثيرة والمشترك فيها كثير وقدم هذه اللغة اللغة العربية هي يعني قديمة لدرجة أن يعني الواحد يعني الفرق الذي لاحظته في هذه اللغة اللغة العربية أننا إذا نرجع حتى للأردية القديمة التي هي يعني ليس لها أكثر من قرنين عمرها يعني قليل جدا لكن لو نذهب إلى في التسوينات في القرن الماضي فننظر أن اللغة هي غير اللغة التي نستعملها اليوم لكن لما نقرأ إبريل قيس نقرأ زهير ونستمع للقصائد من يتمنى للصل ونقرأ لعنتر ونقرأ لطرف ولهؤلاء الشعراء والشعراء الإسلاميين ثم العباسيين وإلى يومنا هذا فنرى أن اللغة هي نفسها وأن نفس الاشتقاء نفس البادة نفس البلاغة نفس الوضاحة فاللغة العربية هي دائما كما يقول البلاغيون هي شابة لا طفولة لها ولا شيخوخة لها وهذا ما تتميز به اللغة العربية نعم حقيقة ما تفضلت بذكر أستاذ زاهد ينطبق أيضا على كثير من اللغات منها اللغة الإنجليزية التي كتب بها شكسفيريا ربما تكون مختلفة بدرجة كبيرة عن اللغة التي بين أيدينا الآن أختم معك هذا المحور ثمت من يقول بأن اللغة وما تحويها من قيم ورسائل تؤثر في ناطيقها إلى أي مدى أنت في الجانب الذي يقول أن اللسان العربي يترك أثره في من يتحدث به سواء كان هذا المتحدث به عربيا أم أعجميا إلى أي مدى تتفق مع هذه الرؤية وكيف تؤثر يؤثر اللسان العربي في الناطيق به سنة يرشك هذا الكلام يعني الواحد لما يهتم يهتم باللغة فيتأثر بها وبحضارتها وثقافتها وتقاليدها فكذلك اللغة العربية من يهتم باللغة العربية ويحرص عليها ويعني يقرأ الكتب العربية ويتحدث مع العربي ويتحدث مع من ينتق باللغة العربية ويقرأ كتاب الله وكل العلوم التي هي من الحديث والفقه ورصوله والبلاغ والعلوم الأخرى هذه كلها باللغة العربية التي يهتم بها ويحرص عليها وهو يعني يكرس حياته في سبيل هذه العلوم فلازم أن يكون أثره في حياته وطبعا يعني يحب العرب ويحب يعني تقاليدهم ويحب يعني الحضارة حضارة العرب ويحب يعني كل ما ينتبه إلى النغة العربية والحضارة العربية والثقافة العربية نعم سنتحدث بعد الفاصل عن العلاقة بين اللغة العربية وعلوم الشريعة سواء كان الكتاب أو السنة لكن ليس قبل أن نذهب إلى فاصل قصير ترجمة نانسي قنقر لذا يرجى من المتابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد أهلاً وسهلاً بكم أسعدكم الله وهذه عودة للحديث عن اللغة العربية ودورها في فهم الشريعة الشريعة الإسلامية وحديثهم اليوم مع أستاذ زاهد عبد الشافي مؤسس جمعية عشاق العربية في باكستان وجديد الترحيب بكم أستاذ زاهد ماذا يمكن أن تحدثنا عن العلاقة بين لسان العربي وبين فهم الشريعة الإسلامية بالجملة لا شك أن اللغة العربية هي مستاخل الكتاب والسنة ومستاخل علوم الشرعية كلها لأن اللغة العربية هي لغة الكتاب لغة الرسول صلى الله عليه وسلم لغة اللغة اللغة الكتاب والعصول والكتاب وكل العلوم العقلية منها ومنعقلية فلا شك أن اللغة العربية هي كانت لغة العلوم كلها حتى يعني العصور الوسطة بعد ذلك تم الترجمة ومن ثلث العلوم إلى النهات الهجبية ويعني لهذا التاريخ المهم يعني اللغة العربية هي نستوح هذه العلوم ولذلك إذا أردت أن تتقن التفتيير فعليك باللغة العربية إذا أردت أن تتقن الحديث فعليك باللغة العربية إذا أردت أن تتقن أي علم آخر سواء التقن وأطول فكل هذه العلوم تحتاج إلى أن يكون الداخل في هذه العلوم والراغب في هذه العلوم أن يتقن اللغة العربية أقوان كثيرة في هذا الموضوع أنا مالك يعني لا بد أن يكون يصهم الشريعة لا بد أن يصهم اللغة العربية الإمام الشاطعي يقول أظن أتعلم اللغة العربية 20 سنة حتى أتقن والشاطري أيضا يقول الشريعة يعني تريد أن تتقن الشريعة فلا بدان تتقن اللغة العربية مهما تقويل العربية كلما أتقمت العربية أتقمت العلوم الشرعية يعني أريد أن تحدد أستاذ زاهد يعني لو تحدد لنا طبيعة الارتباط يعني بين اللغة بين اللسان العربي وبين فهم الشريعة بمعنى صور البيان وصور البديع مثلا التراكيب قضية النحو كيف يمكن أن تكون هذا اللسان سببا في فهم الشريعة وغايتها وأصولها ومقاصدها من خلال الوحي كتابا وسنة هناك أستاذ الكريب نماجد كثيرة مثلا يعني في تكثير قوله تعالى أي خيط الأديب من الخيط مش التكيام ففي شرح ففي فهم هذا المعنى ففي فهم هذا المعنى حتى أحد الصحرح ففي فهم هذا المعنى فقال من إذا سلم هنا نقصد من خيط الأديب الخجر الخيط لك بالليل فهذا أيضا يعني ميور في اللغة العربية أيضا هناك مثل الآخر أو يأخذهم على تخول في سورة النحر عمر رضي الله عنه تشكك ميور ما في معنى هذا أنه هل هو تنقص أو معنى آخر فقال أريد أن استفتر أهل العلم في هذا المجال فقام أخذهم في المجلس وهو كان من قبول خجير فقال يعني نحن لذين نقول تخوص لتنقص فاعتمد هذا الوالد بمعن على لغة خجير وعندما هناك أمثلة من الوحي وأمثلة خطيرة في العلوم الأخرى نعم طيب ما مقدر ما يحتاجه الفرد المسلم سواء كان عربيا أم أعجميا من اللسان العربي حتى يستقيم فهمه للشريعة سؤالي هو عن المقدار الذي يحتاجه كل فرد مسلم سواء كان هذا الفرد عربيا أو أعجميا سواء كان عربيا أم أعجميا ما يحتاجه من مقدار من اللسان العربي حتى يستقيم فهمه للشريعة وينضبط ويصح يعني الفقهاء يقولون لا بد أن يفهم الواحد أو يفهم الواحد اللغة العربي لدرجة أنه يفهم الحلال والحرامي وأنه يعرف ما يخص الثلاث فهي التكبير والتكبير وبعض الأمور التي قصدته معذرة أستاذي الذي قصدته من السؤال يعني كل فرد مسلم سواء كان هذا الفرد عربيا معجميا ماذا يحتاج قدر من اللغة العربية يحتاج إلى مثلا قدر من النحو والصرف والبلاغة والبديع وإلى آخره حتى ما القدر الذي يحتاجه حتى ينضبط فهمه للشريعة حتى يفهم أصول الآيات في القرآن التي تحض على الشريعة التوحيد وكذلك أصول الأحكام بالنسبة هذا السؤال لا أستطيع أن أحدد يعني نسبة خاصة وأقول أنه يبقى كلما زاد إتقانه في أي سمم إزال طعمه بالشريعة نعم نعم طيب أنا سأنقل لك ما قاله طبعا ما قاله الإمام الشافعي في حديث قال فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ويتلو به كتاب الله وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك السؤال الذي أبنيه على مقالة الإمام الشافعي أنه هذا الكلام ربما مرتبط بمهامك كمدير ومؤسس لجمعية عشاق العربية هل من ضمن جدول أعمالكم ونشاطاتكم في الجمعية تعميم اللغة العربية ونشرها بين الشعب الباكستاني ضمن هذا الفهم الذي حدده يعني ليس فقط لنشر اللغة العربية لذاتها وإنما لفهم الشريعة وتعميق حضورها في وجدان الشارع الباكستاني الإنسان الباكستاني المسلم أستاذي القادم يعني تحديدا لهذا الأمر يعني لهذا الكلفة و لهذا الهدف فهناك مجارس وجامعات تشميرة تعمل من أجل هذا في هذا الجانب صحيح في هذا الجانب الناقص الناقص هو كيف يتحدثون اللغة العربية كيف يتواصلون مع العرب كيف يجيدون اللغة العربية مصطعا يتحدثا وكتابة فلذلك نحن ركزنا على هذا الجانب وإنما فمن أهدافنا هذا الهدف أيضا ولكن هذا الهدف يعني هناك تتقطب في الشيء نعم تفضل اسمعوا هل الصوت واضح؟ نعم نعم أسمعك تفضل طيب كنت أقول أستاذ القاضل أن هذا الهدف لا شك أنه هدف النبيل وهدف المنشور وهو بن أهدافنا لكن لم نركز عليه لأن هذا يعمل عليه الكثير من المؤسسات الدينية هي تركز على هذا الجانب فقط بذلك نحن نركز على التحدث والكتابة ويعني الجوانب الأخرى التي أهمنت نعم طيب بالرغم من أهميتها وفرضية تعلم حد أدنى من اللغة العربية حتى يعني يفهم المسلم شريعته ويفهم دينه ويفهم التكليف من الله سبحانه وتعالى برغم من كل ذلك فإن اللغة العربية غير منتشرة بالقدر الكافي في الدواد الإسلامية غير العربية ما السبب برأيك أستاذ زاهد والله الأسباب كثيرة ولكن إذا ربنا عن نلخص يعني أنا لا قمعنا أنا بروسيا أنا 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 أرغب في أن أستمع منك إلى بسط في هذه الأسباب ربما لا تحتاج إلى أن تلخصه يمكنك أن تتوسع لأن هذه قضية مهمة فحيح لا شك في ذلك فالإذنال أي الإسلامي في الدرجة الأولى يعني أنا 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 أقرأ لكم ما كتبه الشيخ علي التنطاوي رحمه الله وهو عربي لأنني أنا لا أجر على أن أخافب العرب وأحرضهم على نشر لغتهم في في الجناز الإسلامية من أنا لكن يعني فقط أنا أقرأ لكم ما كتبه الشيخ علي التنطاوي رحمه الله وتعالى وهو أهيد الفقهاء وفقه الإدباء وهو من هو يعني في ميلان اللغة العربية فهو يقول ما لنا نهي للغتنا وهي أكمل اللغات وأشرفها وهي أوسعها ولي أبنغها فيا أيها العرب يوجوا إلى العربية فتعلموها وحافظوا عليها وانتروها وأخلصوا لها فإن من العار علينا أن تكون لنا هذه اللغة ونزيعها من العار علينا أن يوصل هذا الفنز لأيدينا وأن نفرط فيه يا أيها العرب لغتكم لغتكم يا أيها العرب وهو يعني يختم هذه الكلمة بدأ في البداية في قصة يعني يختي قصة أحد الكتاب ويقصة وهو الذي يقص فيها حينما غلب على بلاده الألمانيون يحتل له الألمانيون ثم يعني آخر بيس قدمه للسلاة قال فيه أغل أصوه يلقي عليكم الدرس الأخير باللغة الفرنسية وقال أقعد أنا لا أعنفك ولا أعاقبك ولكن اعلموا اعلموا يا أولاد لأنكم ضغط البلادكم وصلمتموها إلى عدوكم بإهمالكم لغة وثم ثم ساقة يعني قصة وحاديث كهو طبعا زار باكستان زار مدينة كراسي ورأى أقبال الباكستانين والنغة العربية ورأى اهتمام بعض رزارة المعارف السورية بالنغة العربية ولكن مع ذلك هو رأى أنه كان من يجب البلاد العربية الاهتمام أكثر حتى تصبح اللغة العربية اللغة الرسلية في باكستان لأن كان من الصعب تصبح اللغة الأوربية أو اللغة يعني البندية في البلاد في هنس أو في بنغلاد التي يعني اتخلت ما بعد كما صاد أن تكون هذه اللغات هي اللغة الرسلية لذلك كان هناك متاح أمام اللغتين الانجليزية والعربية فحول الانجليز وبالتالي أصبح اللغة الانجليزية هي الرسلية وهو يعني يشكب من الصحراء والبلاد العربية أنهم لم يهتم بهذا الجانب وإلا لكانت العربية هي اللغة الرسلية لأن اللغة العربية مؤثرة جدا في اللغة الأوربية وهناك سلمات وهناك يعني تأثير كبير في اللغة العربية من ناحية السبب من ناحية أخذنا على أفضل ثقافة أقرب إلى العرب وليس إلى الإنكليم أو إلى الغرب وأيضا من أسبابها نحن نسلم خسنة طلاب علم أو أهل العلم نحن فقط ركزنا على جانب واحد وهو ماذا؟ فهم الكتاب بمعنى فهم شرح الكتاب نترجم آيات القرآنية ونترجم الحديث نترجم الأدب يعني الأدب عندنا للأسف يجرس بالترجمة مقامات قريبية نترجم ونأخذ اللغة باللغة في معناه هذا ونستخدم هذا بدلا نطل ماهي المقامات بدلا نطل ماهي الحماسة ماهي فكرتها ماهي متنبي من متنبي وفي أي عصر إنسان ماهي العصور الأدبية يعني إلى مجال أن نفهم بهذه الطريقة فقط نترجم دوار المتنبي نترجم دوار الحناسة نترجم المقامات ونترجم وانسقة وعصولهم كل القنوم هكذا يعني أسبحنا نستفي بالترجمة وكاننا نأخذ بالقسر ونسرق اللباء والأصل فهذه المسطلة حتى فينا في أهل العلم والمسطلة الأولى كما ذكرت يعني اللغمان من جانب العرب ومن جانب السفارة العربية في البلاد الإسلامية ونرجو يعني ونأمل منهم أن يبدلوا جهود كبيرة حتى والميجان لهم فقط تاج إلى يعني أن يركضوا على هذا الجانب ويمكن جمالهم لهذه اللغة طيب الإرث الثقافي الإسلامي جله محفوظ باللغة العربية باللسان العربي السؤالي هو يعني هنا يجدر السؤال عما أضافه هذا الإرث الثقافي الهائل الإسلامي المحفوظ في اللغة العربية عقيدة وأدبا وتاريخا وفقها ماذا أضاف اللسان العربي هذا التراث كله؟ حقيقة أنا أعاني من المشكلة ذاتها أستاذ زهد فنحاول أن نعيد السؤال قلت أن الإرث الثقافي الإسلامي محفوظ جله في اللغة العربية هذا الإرث الثقافي الهائل عقيدة وأدبا وفقها وتاريخا ماذا أضاف لللسان العربي؟ كيف انعكس على اللسان العربي في ذاته؟ يعني إذا لا أجل كم فهم السؤال لكن أحاول يعني هناك ارتباع كبير بين هذه العلوم وبينها اللغة العربية فلا شك أن هذا التراث الإسلامي التراث الموجود باللغة العربية هذا أفاد من اللغة العربية أفاد من الإسلام كثيرا وبالتالي نحن في البلاد الإسلامية وغيرها كلهم الآن يدرسون العربية من أجل هذا التراث يعني لأجل أن الكتاب لأنه ابن فقاري ومسلم وفي فقه وأصوله الكتب كلها موجودة باللغة العربية وبالتالي حتى لو الواحد لا يرغب في اللغة العربية لكنهم مع ذلك يهتموا بقراءة هذا التراث الفقاري ومن ذلك على الأقل هو إن لم يتكن تحدثا لكنه يكون لديه من الكثير من الكلمات والمقوذات باللغة العربية أيضا خب مثالي عن القرآن الكريم جميع المسلمين أو مقود أغلبهم يقرؤون القرآن ويسلون القرآن والبعض منهم أيضا يقرأ مع الترجمة وهذا وإلا ما يتحدث النغة العربية لكنه مع ذلك أيضا الحمد بمعنى ما لأن الله عرب العالم وهكذا دواله نعم وصلنا إلى الحديث هذا بعد الفاصل سنتحدث عن دور اللغة العربية في تقويم العلاقة وربط العلاقة بين الشعوب الإسلامية وما واجب كل مسلم اتجاه لغته لأن اللغة العربية ليست لغة العربية وحدهم وإنما لغة وحدهم وإنما لغة المسلمين جميعا نذهب إلى وقفة أخيرة ومن ثم نكمل هذه الحلقة إن شاء الله اشتركوا في القناة أهلا بكم أستاذ جاهد ربما إحدى أهم خصائص اللغة العربية أنها ليست لغة عرقية أو عنصرية خاصة بالعرب دون غيرهم بل هي لغة عالمية بمعنى تشمل العالم الإسلامي بأسره كل المسلمين انطلاقا من هذه الخصيصة برأيك كيف أسهمت اللغة العربية في تطبيع العلاقة بين الشعوب الإسلامية في تحديد نمط وطبيعة هذه العلاقة بين الشعوب الإسلامية نعم 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 دور اللغة العربية أستاذ زاهد وسأحاول أن أتلو السؤال بشيء من البطل اللغة العربية من إحدى أهم خصائصها أنها ليست حكرا على العرب ليست لغة عنصرية ولا لغة قومية وإنما هي لغة المسلمين جميعا انطلاقا من هذا الطابع لهذه اللغة كيف أسهم اللسان العربي في تحديد طبيعة العلاقة بين الشعوب المسلمة كلها عربي وباكستاني وهندي وإفريقي وغير ذلك لا شاء كلامكم من قبعا في محله من تحدث بالعربيين قطوة عربية نعم اللغة العربية لغة كل من يتحدث بهذه اللغة العربية واللغة العربية طبعا هذه اللغة التي من تمثت بها فخلدت ذكره في الوحفة موسى عربي ولكن ذكره مخلد لأجل خدمة اللغة العربية الفيرو الزبادي يعني هناك اللغوي العدد الكبير الزمخشري والدخاري ومسلم وكم المفطلين وكمكم الأسوليين هؤلاء كلهم ليسوا عرب ولكنهم ركزوا على اللغة العربية حتى الزمخشري في مقدمة الكتشاف يعتز بكونه باهتمامه باللغة العربية ولأنه يعني اهتمامه باللغة العربية هو يعتز بذلك وقد صرق بذلك الكتشاف المقصود من كل هذا أن اللغة العربية لكونها لغة الإسلام ولغة المسلمين هي يعني عزجة العلاقات بين الشعوب الإسلامية دخل الإسلام دخل الإسلام في الهند فدخلت معه اللغة العربية في الجلاد الأخرى في بيصر أصبحت بيصر يعني في أفيقي هذه الدول من الليبية من يصر تونس والبلاد الأفريقية عددهم كبير يعني كلهم أصبقوا بلاد عربية بعد دخول الإسلام بعد دخول العرب إليه وحتى يوم هذا فهناك العلاقة الزاد يوما فيوما من أجل هذه اللغة ومن أجل القرآن ومن أجل هذه العلوم ويعني هذه اللغة الحديدة طيب الآن المسلمون مشتتون في دول وأقطار كثيرة تحكمها أنظمة سياسية مختلفة التوجهات بما أن اللسان العربي هو آلة المسلمين جميعا آلة العبادة عند المسلمين جميعا كيف لهذا اللسان أن يسهم في جمع المسلمين وفي البعث الإسلامي الجديد تحقيق نهضة إسلامية جديدة تكون جامعة لكل الشعوب الإسلامية هل لديك تصور لهذا الدور بالنسبة لللسان العربي الشؤال يعني شؤال جميل جدا قد لا أستطيع أن أرد عليه ربا علميا وإجابة العلمية المقنعة ما سنحاول فاللغة العربية في هذا العصر عصر العولمة لي لغة رسمية لجل الإمام المتحدة يجب على المسلمين ولا تجمع العرب أن يهتم بهذه اللغة والتجمد عن النهجات العامية وأن يوحدوا اللغة لغة القرآن وأن تكون اللغة هي وحيدة وأن تكون مجامع اللغة المجمع اللغة العربية وأن المؤسسات المجامع والمؤسسات المراكز هذه كلها في صف واحد دنيا مرتوف وأن يعني كما قال حافظ إبراهيم كيف تتعجز هذه اللغة المتحدة من كلمات والمصطلحات لهذا وهي اللغة القرآن التطاعة المتحدة من هذه الكلمات المعجزة عجز عن إتيان مثله الفتحاء الهلغاء تقيقة لهذه الكلمات والمصطلحات الجديدة المشكلة هنا عندنا المشكلة الذين لا نستخدم اللام ولا نستخدم ونعجز عن نتجاول الكلمات والمصطلحات والمطردات وبالتالي أنه ليس على النغة بل على أهنها علينا نحن وعلى أطحاب هذه النغة فلذلك على الجناج العربية والجناج الإسلامية أن يحدث فهو وأن يعودوا إلى ما كنا عليه في العصر العباس والعصر الأمر وقبله والعصر الخلفاء الراكبين ونتمثل بالكتاب والسنة وأحكام الكتاب والسنة وننسلم باللغة العربية الخصحة وإن شاء الله تكون النهضة ويعود المجد أنت تحدثت بالجملة عن دور الحكومات ودور النخب والمؤسسات لكن لدي سؤال عن موضوع واجب كل فرد مسلم العوام الناس العوام سواء البائع أم الفران أم الموظف أو حتى أستاذ الجامعة طالب الجامعة ما واجب كل مسلم اتجاه هذه اللغة التي هي بالنهاية لغة العبادة بالنسبة لجميع المسلمين والله على الأقل على كل مسلم كل من يصيل كل من يعبد الله سبحانه وتعالى كل من يذكر ربه لا بد أن يعرف ماذا يذكر ماذا يقول ماذا معنا سبحان الله ماذا يقول يا أخي يا قيم برحمة تفاستغيث ماذا يخطب يقول فقط هكذا ولما يقوم للصلاة الحمد لله رب العالم ما معنا ما ترجم الشرف الفاتح على الأقل السور القصيرة هذه لا بد أن نعرف معناها نتدبر في الآيات وهذا مطلوب تدبروا فل يتدبروا تدبر في الآيات مطلوبة فكيف لا نتدبر في هذه الصور في هذه الآيات وفي هذه الأذكار وفي الفصالات وفي الذكر وفي كل هذه التي نعتم بها في اليوم أكثر من مرة خمس مرات نصل كم مرة نجد وكم مرة نقوم ونركح ونذكر ونكلو آيات الله لماذا لا نتدبر ولا نفتر كبائع كمهندس كفابيس كرجل أعمال كمدرس كأي شخ عادي علي علي كمسلم كإنسان كبشر أن أصحن معقوله وأنفق به وآكذا يعني إذا بدأنا نفتر بسم هذا الجانب بإذن الله تعالى يعني اللغة العربية تنتشر أكثر على كل على كلكم رائع وكلكم مسؤول عن رأيتي فكل ما رائع نعم أريد أن أعود معك عودا على بدء أستاذ زاهد إلى باكستان كيف ترى وأنت مؤسس جمعية ولك نشاطات واسعة في الداخل الباكستاني لنشر اللغة العربية كيف ترى مستقبل اللغة العربية في باكستان انتشارا تعلما إقبالا عليها والله الإقبال إقبال المتزايد ولكن الإهمال من جانبنا الإهمال من جانبنا الإهمال من جانب العلماء إترك السقراء والبلاد العربية إترك هذا خليل بجانب المشكلة عندنا نحن نحن الذين ننطق اللغة العربية في الآلاق بل في العدد السبير العدد شتزايد تخيل أنه فقط من نطاق المدارس العربية يتخرج فوق عشرين ألف أسوأ خمسة عشرين ألف سنوات فعلا كلهم يدرسون عشر سنوات باللغة العربية كله قتاب في التسيق في المقررات كلها باللغة العربية الإمام النبي عين الخطيب النبي كلهم باللغة العربية يدرسون ينتجمون يعني يقرأون ومياسيها لكن الوعي ما يجب لماذا السلف لماذا من وضع هذه المقرارات وهذه المواد لماذا جعلها باللغة العربية ما عندنا كتاب واحد باللغة العربية أو باللغة المليجية كل المقرارات باللغة العربية في إفاق المجارب وخذ رابطة المجارب والثلاثية وخذ أيضا الإخوة البرلمية يخذ أيضا الجماعات الجماعة الإسلامية لكن أنا أركض في إفاق المجارب لأنني أعرف عنها جلة مفصيلة وأعرف أن كل المقرارات بها باللغة العربية فما دوروا رفاق المجارب العربية وما دوروا المجارب الموضية هنا بالرغم من وجود هذه المقرارات في اللغة العربية وبررهم من أن إسمع أيضا مفاق المدارس العربية لماذا هذا الإهمال ينبغي أن يكون هذا الوعي وأن بعود إلى العربية من جديد وأن يفكر أين كان السلفنا وأين نحن وما وضعوا هذه المقرارات في هذه اللغة فمفتل في هذا الجانب ويعني نعطيه الإهمال والتقصير ومن كل ما يمكن أن يخلي اللغة العربية لا أقول أن هناك من لا يعني يخلي اللغة العربية الساسبتنا كلهم يعني الذين يسجرونها أولاية الساسبتنا وهناك مرافز هناك معاهز أنا أعترف بكل هذا لكن نريد أن يكون الدور أكبر من هذا وأن المخرجات ستكون أكبر وإن شاء الله لو يغللوا هؤلاء الناس يستعدون وإلا فالناس يعني هناك لوديات تقرأ تعمل هناك يعني لا يريدون أن تكون اللغة العربية هنا يعني دورها لا يريدون أن يكون اللجين دورها حكية للغة العربية نعم لذلك كلما أهملنا اللغة العربية فكأننا أيضا نعمل في خيار الإسلام وفي يعني مجلنا يعني طيب نبقد بالمجل طيب طيب أستاذ زاهد يعني السؤال الأخير هو ماذا يمكن أن تقول في دقيقتين عن موضوع الحلقة مما لم يرد السؤال عنه في طياتها في دقيقتين نعم يعني في آخر دقيقتين ما الذي يمكن أن تريد أن تقوله عن موضوع الحلقة مما لم تسأل عنه في هذه الحلقة وهو سؤال حر في موضوع الحلقة فكأنكم قد سألت أسئلتكم جميلة وأسئلتكم جميلة وإن شاء الله كلنا من خلال هذه البرامج من خلال هذه الحلقة وإن شاء الله يعني هذه الأيضة يعني قدمة اللغة العربية وتحليل الناس وزعية الناس باللغة العربية ناس أريد أن أشير إلى أن الإعلام ينبغي بل ما يقول ينبغي يجب يجب على الإعلام الإعلام أن يعد دوره يجب على وسائل التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي نستخدمه في صالح اللغة العربية المفتوى العربي هذا مطلوب فيعني علينا جميعا كان كنتم في كوسية أو في جون الخليج أو المفتوى العربة لشقة في نصر نعم أحب العرب ومن أحب العرب أحب اللغة العربية نعم فهناك ارتباط بين هذه الأشياء كلها فنحب الكتاب نحب الرسول صلى الله عليه وسلم نحب نحب الجريعة نحب العربية نحب العربية نحب العرب نحب لكلنا نستنع لا نوقف في جلسنا ونستخدم كل كل ما يمكن في عصر العالمة نستخدم بمطلحة اللغة العربية أشكرك شكرا جزيلا نعم أشكرك أستاذ زاهد أشكرك وهي دعوة غيور أشكرك شكرا جزيلا ولا فضفوك على هذه المشاركة الطيبة في ختام هذه الحلقة أشكر الأستاذ زاهد عبد الشاهد مؤسس جمعية عشاق العربية الباكستانية شكرا لكم مشاهدين الفاضلين على كرم المتابعة في حراسة الله تعالى السلام عليكم اشكركوا في القناة اشتركوا في القناة